شاطئ إيمينتروغا بجامعة ميرلفت أطفال المخيمات الصيفية على موعد مع حصص توعوية بمخاطر البلاستيك وأهمية الحفاظ على البيئة ضمن حملة بحر بلا بلاستيك 2024 ورشاة في الرسم والتدوير أكسبتهم معارف جديدة نحن حاليا ندر أنشطة التوعية لتوعية عدم رمي القمامة في الشواطئ ومحافظة على البيئة كنت أجددها في شاطئ أمينتاقة كنت تعلموا في واحد الورشة للصيد كنت تعلموا طرق الصيد والأدوات ديالها تعلموا على حماية البيئة ونظر في الشاطئ وعدم رمي النفايات في الشاطئ هذه الحملة في دورتها الخامسة مكنت الأطفال من الاستفادة من حصص تمحورت بالأساس حول مخاطر البلاستيك ونفايات الصيد البحري وأهمية فرز النفايات وحماية التنوع البيولوجي البحري وإعادة تدوير النفايات كنت تعلمت التلاميذ أنه يفرق بين النفايات البلاستيكية والخشاب والحديد ويتعلم أنه كل حاجة من بعد يحاول أنه يحطف في البلاستيك هذه الورشة مجهلة للفئة العمرية الصغيرة والمتوسطة التي نعتبرها الشباب المملكة من أجل تحسيسهم مخاطر تلوية البلاستيك وخاصة جزئات الدقيقة البلاستيك التي تدير بتنوع البيولوجي والصحة العامة للمحيطة هذه الحملة تستهدف الفئة النشئة خاصة الشباب منها بعدم رمي الأزبال والوعي لأنه لا يلحش البلاستيك في النفايات والبلاستيك خاصة في البلاج أقسام دراسية غير أنها فوق رمال شاطئية تمنح للنشئ المتعة والاستفادة في لحظات توعوية استئناسا بعطلتهم الصيفية اشتركوا في القناة